في خطوة احترازية لضمان عدم تفشي الأمراض السارية بين اللاجئين السوريين في لبنان والأردن أعلن صندوق الأمم المتحدة لمكافحة الإيدس والسل والملاريا أنه منح المنظمة الدولية للهجرة تمويلا بقيمة ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار أمريكي لعملية الطوارئ الهدفة إلى مكافحة مرض السل بين اللاجئين السوريين في لبنان والأردن منها مليون دولار للجهود المكافحة في لبنان ومليون ومائتي ألف دولار إلى الأردن ضعف قدرات النظم الصحية في البلدين وعدم المقدر على تقديم خدمات الرعاية الصحية هو ما يجعل واقع اللاجئين الصحي أكثر مرارا سيما أن لبنان يصدف حاليا مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري أما الأردن فيصدف ستمائة وعشرين ألف لاجئ سوري بحسب بيان المنظمة تمويل الصندوق الأممي يهدف إلى تعزيز سبل مكافحة المرض والتشخيص والعلاج ونشر الوعي بين السكان وتنسيق الاستجابة وتعزيز الموارد البشرية لتقليل أعداد الوفيات بين المصابين من خلال وصول خدمات الوقاية والرعاية والعلاج كما وبناء القدرات والكشف المبكر عن حالات الإصابة على أن تتم هذه التدخلات بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية والبرامج الوطنية لمكافحة السل في لبنان والأردن السل والملاريا أمراض جديدة ظهرت على لوائح الأمراض التي استباحت السوريين في ملاجئهم فبعد الجرب الذي انتشر مؤخرا في مخيمات اللجوء بلبنان وبعد الكبد الوبائي واللشمانية والحصبة التي ظهرت في مخيم الزعتري في الأردن يبقى السؤال ما مصير اللاجئ السوري؟